ميد بريس تقدم أبرز العناوين واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس زدشي ينقلب على البوليزاريو في الرباط ويقدم رواية كاذبة في الجزائر يواجه خير الدين زدشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم هجوما إعلاميا في بلاده بسبب صفره إلى الرباط ومشاركته في الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي دون التمكن من الوقوف دون نجاح المغرب في تمرير تعديل جديد يقطع الطريق أمام أي محاولة في المستقبل لضم تمتيلية لجبهة البوليزاريو الإنفصالية ونجاح المغرب في التصدي لمناورة الجزائر وجنوب إفريقيا التي بدأت منذ ما يزيد عن خمس سنوات من أجل عضوية الجمهورية الصحراوية المعننة من طرف واحد والتي لا تعترف بها الأمم المتحدة الفصل الرابع من النظام الأساسي للكاف وهو سبب ما يتعرض له الزتش في بلاده حيث كان ينص على قبول عضوية كل كيانات سياسية المنتمية إلى الاتحاد الإفريقي وهذه تغرى كان حلف الجزائر وجنوب إفريقيا يسعى لاستغلالها نجح المغرب بتحركته في أروقة الكاف في تأخيره قبل أن يقبر نهائيا باقتراح فوز القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لتعديل جديد صادق عليه الأعضاء بالإجماع وبحسب التعديل الذي تقدم به فوز القجاع فإن نيل عضوية الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم لا يتم قبوله سوى إذا كانت مقدمة من ممثل البلد المستقلة والأعضاء في الأمم المتحدة فقط الدراجي يعلن مرة أخرى عداءه للمغرب بعد رفض الاعتراف بالبوليزاريو عضوا بالكاف في تدوين عنوانها بالكاف تخالف قوانين الفيفا أمام أندار إمفانتينو بموافقة الاتحاد الجزائري الذي لم يحرك ساكنا عاد المعلق الجزائري حفظ دراجي ليكشر عن أن يبي مرة أخرى معبرا عن عدائه للمملكة حيث قال أن قرار الكونفيدرالية الإفريقي لكرة القدم بحرمان كل بلد غير منخرط في هيئة الأمم المتحدة من الانضمام للكاف هو مخالف للقوانين والأعراف الدولية ومخالف حتى للوائح الفيفا التي يفوق عدد المنخرطين فيها 211 مقارنة مع عدد البلد المعترف بها في هيئة الأمم المتحدة أي هي 193 دولة وشدد الدراجي على أن كوسوفو على سبيل الدكر ليست عضوا في هيئة الأمم المتحدة لكنها عضوا في الفيفا وتشارك في مسابقة الاتحاد الأوروبي موضحا أن جزر أخرى كثيرة عضوا في الفيفا لم تكن بحاجة للانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة انطلاقا من مبدأ تشجيع اللعبة وعدم معاقبة الشعوب وحرمانها من ممارسة اللعبة الأكثر شعوعا في العالم على غيرار اتحاد جزر كوكو واتحاد ساموة وكورايسا وزور الكايمان وغوام ومكاو قبل أن يتابع قائلا لكن في إفريقيا يبقى كل شيء وارد وقد يتم يوما قبل انتقال إسرائيل من قارة أوروبا إلى القارة صمراء رغم أنها مجرد كيان محتل لأراضي تابعة جغرافية لقارة أسيا وختم الدراجي تدوينته بالقول أنه يبدو أن المستحيل ليس إفريقيا والفيفا تقبل على غيرها ما لا تقبله عن نفسها والكاف ستبقى رهينة حسابات سياسية لا يفقى فيها رئيس الاتحاد الجزائري شيئا مادم لم يعترض على لوائحه منافية لمبادئ وقيم بلده خاليلوزيتش يضم سبع لاعب محليين إلى المنتخب الأول رفع البوسني وحيد خاليلوزيتش مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم عدد لاعب البطولة الوطنية الذي سيوجه له الدعوة من أجل الالتحاق بمعسكر الأسود الذي سيخده خلال الفترة المتدة من 22 إلى 30 مارس بمركز محمد السادس استعدادا لمبارتين موريطانيا وبروندي في التصفيات المؤهلة إلى الكان إلى سبع لاعب وعمد الناخب الوطني إلى توجيه الدعوة لأيوب الكعبي مهاجم الوداد الرياضي بعد تألقه اللافت خلال الفترة الأخيرة رفقة الفريق الأحمر اتسجل مجموعة من الأهداف الحاسمة لفريقه في منافسات البطولة الاحترافية ودور أبطال إفراقيا كما ضمت القائمة الأولية التي وجه الناخب الوطني الدعوة لها لخوض المعسكر الإعداد المذكور كل من الحارس أنزنيتي أبدل إلى الحافظي سوفيان الراحمي من الرجاء الرياضي ومحمد علي بامعمر لاعب خط وسط ميدان اكتحى الطانجة وحمزا النمساوي مدافع المغرب تيطواني وكان وحيد خالي لوزيتش قد تنقل إلى الكاميرون شهر مارس الماضي وتابع عن كتب مشاركة المنتخب الوطني المحلي في منافسات كأس أمم إفراقية لللاعب المحليين التي أقيمت في الكاميرون وتوجت العناصر المحلية بلقبها ما مكنه من الوقوف على الإمكانيات التقنية والبدنية لللاعبين الخمسة وضمهم للائحة الأسود استعدادا للمواجهتين المذكورتين رونالد كومان الطريق الذي بدأه بارشلونة لم ينتهي بعد أكد رونالد كومان مدرب بارشلونة أن الطريق الذي بدأه فريقه لم ينتهي بعد خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة هويسكا والتي يتطلع البارسل الفوز بها كيتمكن من تقليص فريق النقاط مع أطلتيكو مادريد متصدر لليغا إلى أربع نقاط فحسب وقال كومان ينتظر هذا الفريق مستقبل رائع لأنه يضم لاعبين جيدين أردنا تغيير الأشياء وهذا ما يظهر بوضوح يدور الحديد دائما عن الأداء الطيب للشباب لكن ينبغي أيضا إبراز المجهود الذي يبدله المخضرمون مثل سيرجيو بوسكيتش وليوميسي وغوردي ألبا كما أوضح الهولندي أن بارشلونة على ما يرى مليء بالحماسة رغم أن اللاعب يوم الاثنين ليلا شيء غير مألوف لكن هذا سيسمح بمعرفة جميع النتائج مسبقا وفي كل الأحوال سيكونون مجبارين على الفوز من أجل مواصلة الكفاح في اللاليغا وأبرز كومان أن تقليص الفريق مع متصدر اللاليغا دليل على أن البرصة تحسن وأنه لا يوجد فريق يضم الفوز بمبارياته مشيرا إلى أنه لا يجب النظر إلى الجدول بل تفكير في كل مباراة على حدة أندريا بيرلو كريستيان رونالدو كان غاضبا ورد داخل الملعب أكد أندريا بيرلو مدر فريق يوفينتوس يوم الأحد أنه لا يهم ما يفعله النجم البرتغالي كريستيان رونالدو خارج الملعب ولكن ما يفعله في داخله وهذا بالإشارة إلى التلاتية التي سجلها اللاعب في شباك كالياري اليوم الأحد ورفضه الإدلاء بأي تصريحات عقب انتهاء اللقاء وقال بيرلو في تصريحات لشبكة قنوات سكاي سبورت عقب انتهاء المباراة بفوز فريقي ب3 لواحد لقد كان غاضبا مثل بقية الفريق بسبب الخروج من دور الأبطال لم يتحدث اللاعب لأنه رد داخل الملعب لا يهم ما يفعله خارج الملعب بل ما يفعله داخله اشتركوا في القناة